ونتابع هذا الفيديو حول الغارات الإسرائيلية وسمع دوي انفجار في ضاحية بيروت إذن غارة إسرائيلية على ما يبدو هي تستهدف شقة في بناية سكنية بمنطقة الأوزاعي على ما أعتقد هي في ضاحية بيروت الجنوبية إذن غارة إسرائيلية تستهدف شقة في بناية سكنية بمنطقة الأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية في انتظار أي معلومة جديدة حول طبيعة هذا الاستهداف وإن كان هناك أي شخصية جديدة أو اغتيال جديد لشخصية ولكن نحن نتابع هذه التطورات ونحاول أن نصل إلى معلومات إضافية حول ما يجري في هذه المنطقة في منطقة الأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية كل ما نعرفه الآن أو إلى غاية الآن هو أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة مثل ما نلاحظ ونتابع في الصورة الآن وفي هذا الفيديو الذي وصلنا إذن شقة سكنية في بناية بمنطقة جنوب لبنان أو في ضاحية بيروت الجنوبية هي منطقة الأوزاعي إذن ما زلنا في متابعة لهذا الفيديو ولهذه المعلومات إذن المعلومات الأولية التي تصلنا إلى غاية الآن بأن هذه الشقة كانت على ما يبدو تابعة أو قريبة من الصفارة الإيرانية مقرها القديم بالتأكيد إذن الغارة كانت قرب المقر السابق أو القديم للصفارة الإيرانية إذن هذه الصور تصلنا الآن حول هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد لضاحية بيروت الجنوبية نحاول أن نحصل على معلومات إضافية حول طبيعة هذا الاستهداف إن كان هذا يعني اغتيال شخصية جديدة أو يعني استهداف لمنطقة لا نعرف طبيعة هذه المنطقة بالتأكيد إذن ما زلنا نتابع هذه الصور ونذكر مشاهدين الذين انضموا إلينا الآن إذن هي صور أولية تصلنا حول الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية لشقة سكنية في بناية بمنطقة الأوزاعي في ضحية بيروت المعلومات التي تصلنا إلى غاية الآن بين الشقة المستهدفة هي كانت بالقرب من الصفارة الإيرانية سابقا أو مقر الصفارة القديم المقر القديم للصفارة الإيرانية إذا ما سمحت لي أن أشير نعم هيبة إن كان لديك معلومات نعم هيبة أسمعك نعم أريد أن نستذكر قبل قليل أيضا قناة كان الإسرائيلية قالت ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد للتنفيذ للهجوم وللرد على الهجوم الإيراني لا نعلم إذا ما كان هناك ربط خاصة بأن الاستهداف في الضحية الجنوبية هو بالقرب من الصفارة الإيرانية ولكن هذا كان قبل قليل ما جاء بالخبر العاجر عبر نعم أسمعك هيبة نعم ما جاء بالخبر العاجل لقناة كان بأن الجيش الإسرائيلي أكمل استعداده للهجوم للرد على الهجوم الإيراني الأخير بالصواريخ الباليستية على إسرائيل ولا نعلم إذا ما كان هناك ربط بين الاستهداف الإسرائيلي على الضاحية على قبل قرب أو المقر القديم للصفارة الإيرانية ولكن كان هناك تحذيرات في إسرائيل بأن إسرائيل من الممكن التلجأ إلى اختيال شخصيات إيرانية في إطار هذا الاستهداف حتى الآن نحاول أن نراقب ما يأتي من وسائل الإعلام الإسرائيلية إذا ما كان هناك أي ربط في الموضوعين